المترجم للقناة 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 بيتفاوض معها هو وعارف بيتفاوض معها ليه ومحتاجها في ولديه القدرات يعني التفاوضية والقدرات المالية لا يتمكنه من عقد أي صفقات يريدها يعني انت تتكلم عن الاهلي ثاني عنده ميزانية مالية تخطط 2 مليار جنيه بفاوض 300 مليون جنيه فالاهلي عنده استقرار مالي كامل في أموره اللي يساعدوا على تدين فريق كورتو وعمل كل ما يريد يعني فده الأزمة اللي موجودة دلوقتي وده لن البعض بيحاول اختلاق الزمانات لكن الأهلي رغم كل ذلك يسير بهدوء شديد جدا وريحية شدة جدا وكعادته يعني الصمت هو أكبر رد وأكبر رسالة بيرد بيها على كل ما نحاول أن يروج لأشياء غير موجودة على أرض الواقع على الإطلاق ده شيء مهم جدا يعني ما نازم نضحي حاجة بهذا الشكل يعني في كويس ماشي نروح لأهم بقى الفترة دي ومباراتها بكرة بإذن الله مبارات النجم الساحلي وبعد يعني مبارات الجونة والأداء المميزة والستاذ أوسي بعض ما كانش متوقع شوية أن الأداء حيرجع كويس قبل فترة الطاقف بسبب فترة كتولة جدا لكن الحمد لله شفنا أداء لنادي الأهلي في مطش الجونة بشكل جيد لعبين بتتقلق كل حاجة الحمد لله لمشي بشكل كويس يترطب على إيه مبارات الجونة إيه اللي ممكن يحصل في مبارات بكرة بإذن الله خلينا يعني نبدأ معاك برضو مبارات الجونة لأن احنا يمكن نسبوع اللي فات كنا في نفس الحلقة وتكلمنا عن الحالة القلق اللي بتنتاب جمهور النادي الأهلي من إمكانية عودة الأهلي إلى ما المستوى الذي أنهى به المسابقة بعد ما شفناها في الثلاث مباريات قدام السموحة والإنتاج الحرب وأسوان فمشتوى عيلي وصل لمشتوى كويس جدا فالناس قلقت أربعين يوم الأهلي ما بيلعبش كورة يا طرح الأهلي هيرجع زي ما كان والفايلر واللعيب هيرجعوا من جديد ياخدوهم تلات أربع مبارات واللوطشين على ما يرجعوا كانت المفاجعة للناس كلها قولينا أن الأهلي عادة كما كان وأكثر قوة وأكثر تركيزة طبعا لأنت واقف بقى لك أربعين يوم ما بتلعبش كورة يعني يعني بقى لك أربعين يوم ما بتلعبش كورة فعدم لعب كورة مبارات رسمية ده بيفقدك الحساسية بيفقدك لياقة المباريات بيأثر عن مستوى الفن والبدن اللعبين مهما عملت التدريبات ومهما عملت شغل ومهما عملت مبارات ودية فهذا لا يتساوى مع المبارات الرسمية يعني فمؤكد أن غابك عن المبارات الرسمية أربعين يوم ده المؤكد مفهود بكل تأثير لكن الحمد لله أن الأهلي عاد بقوة وعاد بشكل مركز ولعبته بتلعب وبتأدي كأنها لم توقف في الموسم بالنسبة للعيات وعاده كأقوى فريق في المسابقة يعني قده بشكل قوي شكل مميز يعني أداء ولعب ونتيجة وتركيز وإسرار من جميع اللعيبة اللعيبة غابت عندك ما ظهرش تأثير كبير بما في يوم أن طبعا الحمد فاتح أول الغائبين لأنه كان مع الأهلي قبل الإيقاف الآن الحمد فاتح غير موجود وهو من القامات الأساسية اللي كان معتمد عليها مستر فيلر كمان عنده ورقة مهمة جدا الكل متوقع أن يلقابها رغم حالة الإجهاد اللي بيوجودة فيها اللي هو رمضان صبحي رمضان صبحي راجع مع المنتخب اللومبي أحسن لعب في البطولة يعني زمانه فزمتش مرتين ثلاث أهداف عمل برضو أسستي ثلاث أهداف سوبر البطولة وكل متوقع أن يكون أساسي في فريق نفاجأ أن فيلر ما قاعد رمضان صبحي ما بيلعبوش ولما أشراكوا لما كنت بهدف اللعب يعني كانت نتيجة خلاص حسمة تقريباً بيت 4-0 كانت 3-0 كان بهدف أن يلعب وياخد يعني كانوا في التدريبة مثلاً بيجاهز نفسه أو بيعطيه حساسية اللعب وثقة أكتر في نفسه بدل ما يقعد كل الوقت ده قبل ما تشل نجم استحالي فطبعاً ده دليل على أن الراجل بيشتغله وفهم هو بيعمل إيه وعنده قدرات وعنده إمكانياته وإنه بيعتمد على المجموعة كلها ومجموعة اللعبين اللي موجودة عنده ودي مزة الفرق الكبيرة مزة الفرق اللي بتلعب على البطولات مزة الفرق صاحبة النفس الطويل أنك أنت مهما كان عندك أي نجم ممكن يغيف فإنك أنت بتقدر تتعوض هذا النجم أو هذا اللعب بأي شكل وأشكال فالأهل بيؤدي كرة جمعية كرة محترمة كرة تليق باسمنا دهل حقيقة يعني كرة ممتعة يعني أنا كرة يعني من سنوات طويلة جدا ما شفناهش بكرة جميلة دي وهذه الروح وهذه العزيمة اللي موجودة فيه لعابة النادي الأهلي ودي مش احنا اللي بنقول كده ده شهادة كل الناس والمحللين والمتابين لهذا الأمر طيب خص على مطش النجم الساحلي ماذا صعوبة بقى المباراة بكرة وكيف سيتعامل معها المدير الفني والنادي الأهلي يا أستاذ روسي مباراة النجم الساحلي دي مباراة تعتبر مباراة التقيلة التيلة جدا والمهمة جدا ودي تعتبر واحدة من يعني العقبات في طريق الأهلي وفايلر مباراة مهمة يعني طبعا عقبة يعني انت دلوقتي الأهلي في هذه المجموعة اللي هي المجموعة الثانية في دور المجمعات الأهلي داخل كالتصنيف أول تصنيف الثاني النجم الساحلي